السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حي الله الحبيبات الغاليات في أواخر أيامنا لهذه الدورة المباركة بإذن الله ثلاثة أيام وننتهي من هذه السيارة المباركة من هؤلاء النسوة العظام غدا هو يوم التروية غدا ينفر الحجاج ليبدأوا مناسك الحجي ويتطوفوا بالبيت العتيق يستعدوا للوقوف في جبل عرفات هناك حيث يضعون رحالهم ودعواتهم وسؤلهم حيث يتنزل الملك سبحانه ينزل ربنا في يوم عرفة يباهي بالواقفين على جبل عرفات يباهي بهم الملائكة يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم فإذا لم نكن هذه السنة من ضمن أولئك الذين حجوا فلعلنا نكون السنة القادمة أو التي بعدها أو تكون لنا دعوة مستجابة أو طاعة يتقبلها الله فإذا رأيت الحجاج قد وقفوا في جبل عرفات فارفعي أكفك تضرعا وارفعي دعواتك لرب الأرض والسماء اسأليه وألحي عليه في الدعاء لا تجعلي ذلك اليوم يمضي إلا وقد دعوت الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة أكثر من الذكر والاستغفار أكثر من ذكر رب الأرض والسماء سبحانه تعلمي من حفصة ومن عائشة ومن خديجة ومن أم سلمة ومن كل أولئك الصالحات أن يكون وقتك كله لله بين ذكر وتسبيح واستغفار وصلاة وصيام وقيام وطاعة في بيت مع أبناء مع زوج اجعلي وقتك كله لله عز وجل والموفقة من وفقها الله لذلك فأسأل الله ألا يأتي يوم عرفات إلا وقد سطرت أسماؤنا في ضمن الذين عتقت رقابهم ورفعت منازلهم وتقبلهم ربهم وكتبهم عنده من الصديقين والأبرار والصالحين وجعلهم من ساكن الجنان وعتق رقابهم من النار اللهم بحولك وقوتك لا ينقضي يوم عرفات ولا يأتي يوم العيد إلا وقد اعتقت هذه الرقابة من النار وكتبتها من ساكن الجنان يا رب العالمين نبدأ بإذن الله إلى أواخر النساء الصالحات التي سنتكلم عنهم الليلة سنتكلم عن أول شهيدة في الإسلام أول عظيمة ممن سطر تاريخ الجهاد والاستشهاد ما كان رجلا أول من استشهد بل امرأة يرفع بها الرأس المرأة هي سمية بن تخياط مولاة أبي حديفة بن المغيرة الذي تولى تعذيبها عليه وعلى أبيه ما يستحقون زوجها وأولادها زوجها ياسر بن عامر وابنها عمار بن ياسر رضي الله عنها وعنهما مناقب سمية سمية وفضائلها وأخبارها سمية بن تخياط من السابقات إلى الإسلام قال مجاهد أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية كانت ممن باع نفسها لله وأظهرت إسلامها ولم تبالي ماذا سيفعل بها كفار قريش لأنها كانت من الموالي هي وزوجها أخذوها وزوجها وربطوها على شجرة وكانوا يتعنون في تعذيبها كانوا يبالغون ويتلذذون بتعذيبها هي وزوجها فأتى ولدها محاولا أن يدفع عن أبيه وعن أمه عذاب أبي جهل وأمية بن المغيرة وكفار قريش فإذا بهم يربط عمار بجانب ياسر وسمية فيربط الأب والأم فيأتي أبو جه وأمية إلى ياسر إلى الرجل العجوز فيضربانه يضربانه يضربانه حتى يغمى عليه فيقولان له سب محمد سب رب محمد فلا يقولوا كلمة فيضربانه حتى يغمى عليه ثم يأتوا إلى سمية فيشدون أيديها وأرجلها يشدوا يديها ورجلها حتى تسمع قطة عظامها مفاصلها تفتك فيقول لها أبو جهل سب محمدا سب رب محمدا فتقول خسئت يا عبد الله وتدفل في وجهه فإذا به يضربها بالصوت ضربا شديدا فيصيح عمار يقول اتركاهما اتركاهما وتعالوا إلي فيأتون إلى عمار فيقول له سب محمدا فيقول إذا سببت محمد هل تتركون أبي وأمي يقولون نعم فيقول كلاما ليس بقصده إنما رحمة بأبيه وأمه فيضحكاني أن عمار أعطاهم شيئا مما يريدون ويذهبا ينكلان بياسر وسمية ياسر كان يغمى عليه لأنه كان كبيرا في السن وسمية أيضا كانت امرأة كبيرة لكنها كانت جلدة فأتى الخبيث أباجه ووضعها على الأرض وشد يديها ورجليها وأتى ووقع بيده رمحة فقال لها سب محمدا قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضينا به نبيا ورسولا فقدم إليها وقال لها سب محمدا واذكري هبل فتفلت في وجهه قالت والله لا أسب الله ولا أسب رسوله فأخذ حربته ووقف بين رجليها وطعنها في قبلها في عورتها حتى نزفت وماتت فكان يصيح عمار اتركوها اتركوها وأبو جهل يطعنها حتى نزفت وماتت قد أسلمت سمية قديما هي وزوجها ياسر بن عامر وأبنها عمار بن ياسر فهم من السابقين الأولين في الإسلام وهي سابع سبعة أظهروا إسلامهم بمكة سمية تصبر على الإسلام وهي أول شهيدة في الإسلام لقيت سمية رضي الله عنها أصنافا من العذاب لترجع عن دينها فصبرت ولم ترجع لاقت أنواع العذاب من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين العظيم ونحن لا نصبر على أي أتفه الأشياء من أجل هذا الدين لا نصبر على أن نضبط الطرحة والله حمى إزهت حرارة لا أصبر على الخمار ولا النقاب أنا لا أستطيع أن أتحمل الجو حر أو لا أستطيع أن ألبس الخمار أو لا أستطيع أن أقوم أصلي الفجر لا أستطيع أن أتصدق لا أستطيع أن أقوم الليل كم الفرق الشاسع بيننا وبين تلك الصالحة بين تلك الصابرة طعنها أبو جهل بحربة في قبولها حتى ماتت القبل في عورتها من الأمام حتى ماتت وكانت حينها عجوزا ضعيفة قال ابن سحاق في المغازي حدثني رجال من آل عمار بن ياسر أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة كانوا يتناوبون على تعذيبها وهي تأبى غيرة وهي تأبى غيره حتى قتلوها عذبها أبو جهل وطعنها في قبولها فماتت لا لم تكن حامل كانت امرأة كبيرة فكانت أول شهيدة في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر وسمية ويأمرهم بالصبر ويبشرهم بالجنة يمر عليهم ويراهم معذبين ومرة مر ورأهم قد قتلوا ياسر وسمية وعمار جالس يبكي فمر عليه وقال له صبرا فإن معدكم الجنة قال يا رسول الله لكني قد قلت شيئا قد قلت لأ قد قلت شيء يعني أنا حاولت أن أخلص أبي وأمي من عذابهم بأي طريقة فتكلمت فيك وأنا أخشى عذاب الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئنن بالإيمان لو قلت لهم هذا الكلام علشان يكفوا عن تعذيبك فليس عليك ذنب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد إذا عادوا لتعذيبك وأنت استطع أن تتخلص من تعذيبهم بأن تقول ذلك الكلام فقل عادي إن عادوا فعد فأطمئنن قلبه ياسر أنه لم يقل شيئا يغضب الله ورسوله فكان إذا أتوا ليعذبوا استطاع أن يتخلص من تعذيبهم وهذا لا بأس إذا أحد يرغم الإنسان أكفر وإلا سأقتلك عادي أنا كافر أنا كافر المهم أن تحافظ على حياتك قال ابن إسحاق في المغازي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة فيقول صبراً آل ياسر موعدكم الجنة بشرهم بالجنة وهم لا يزالون في الدنيا فهنيئاً لهم تلك البشارة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عمار بمقتل أبي جهل في غزوة بدر لما قتل أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمار وقال له هذا قاتل أمك هذا قاتل أمك قد قتله الله أخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر وكانت عجوزاً كبيرة ضعيفة ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار قتل الله قاتل أمك يعني البشارة يا عمار قد قتل الله من قتل أمك وفاتها نالت سمية الشهادة بعد أن طعنها أبو جهل وذلك في السنة السادسة بعد البعثة بعد البعثة بست سنوات يعني كان في بداية الدعوة وبداية الإسلام فوائد من سيرة سمية سمية رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام وفي هذا درس في المسابقة إلى الإسلام والعمل به كانت سمية رضي الله عنها المرأة الشجاعة فقد كانت أول من أظهر الإسلام في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه صبرت سمية على إسلامها رغم تعذيبها ورغم كبر سنها وضعف جسدها مما يبين لنا قوة الإيمان الذي كان عندها وقتلت فكانت أول شهيدة في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بالجنة مع أهلها لأنها صبرت رضي الله عنها نأخذ من هذا أن أعظم ما يحمل المرأة على الصبر على الإسلام والثبات عليه وفي فعل الأوامر وترك النواهي هو عظيم الثواب الذي ينتظر العبد من جنة عرضها السماوات والأرض إذا ثقلت عليك الصلاة فتذكري أنك معودة بالجنة إذا ثقل عليك الحجاب وثقل عليك التستر وثقل عليك الترك المعازف والأغاني والمعاصي والمنكرات فتذكري جنة القلد تذكري ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تذكري أولئك الصابرين وقولي إنما أريد أن أحشر معهم يوم نبعث جميعا بين يدي رب العالمين انتقم الله لسمية رضي الله عنها وقتل أبو جهل فرعون هذه الأمة في غزوة بدر وهكذا الله يدافع عن الذين آمنوا وينتقم لهم في الدنيا والآخرة كانت هذه باختصار هي سيرة سمية أول شهيدة في الإسلام أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخت عائشة رضي الله عنها اسمها ونسبها اسمها أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية أختها عائشة رضي الله عنها أم عبد الله أيضا عبد الله هذا كان كثيرا ما يجلس عند عائشة فربته عائشة فكانت عائشة تلقب به زوجها وأولادها طبعا أسماء هي الأخت الكبرى لعائشة زوجها أو زوجها هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الزبير وخطبها من أبي بكر كان يحبها محبة شديدة ولكنه كان رجلا فقيرا لم يكن عنده إلا فرس وكان يحب هذا الفرس محبة عظيمة فكانت أسماء تقول له أنا أكفيك مؤونة فرسك أنا سأخدمك وأخدم فرسك فتذهب تجمع النوى وتطحنها وتعرفه وتهتم به لشدة حب محبة الزبير لهذا الفرس كانت أسماء تتولى رعايته أولادها عبد الله بن الزبير أحد العلماء الأفاضل وعروة بن الزبير والمنذر بن الزبير ومصعب بن الزبير الذي قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي وقت الفتنة بين أهل مكة والكوفة مناقب أسماء وفضائلها وأخبارها أسماء من السابقات إلى الإسلام كانت أسماء من السابقات إلى الإسلام من أول من أسلم إذ لم يتقدم عليها في هذا الفضل غير سبعة عشر إنسانا من رجل ومرأة هي رقم ثمنتعشر من الذين أسلموا والسابقون الأولون هم مجموعة من الصحابة الذين كان لهم أولوية السبق في دخول الإسلام ليسوا سواء من أسلم من قبل الفتح وقاتل هؤلاء لهم درجات ليست لمن جاء بعدهم زواج أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنها تزوج بها الزبير بن العوام وكان شابا ليس له خادم ينهض بخدمته أو مال يوسع به على عياله غير فرس اقتناها فكانت له نعمة زوجة الصالحة تخدمه وتسوس فرس تسوسه يعني تقوم على خدمة الفرس وعلى فكرة خدمة الفرس ليس بالأمر السهل وترعاه وتضحن النوى لعلفه روى عروة عنها أنها قالت تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه فكنت أسوسه وأعرفه وأدق لناضحه النوى تجمع النوى والنوى التمر وتدقهن تخيلين النوى التمر كم يحتاجين من واحد يدقهن ويفتهن حتى يستطيع الحصان أن يأكلها صعب وأدق لناضحه النوى وأسقي وأعجل فكانت تخرج خليني كمن الحديث وأن يقول لكنا القصة وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي كانت تذهب إلى أرض الزبير وهي أرض بعيدة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أقطعها للزبير فمرة من المرات جمعت نوى ملان وعاء ووضعته على رأسها وتمشي مسافة طويلة من أرض الزبير إلى بيتها فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الناقة نزل الناقة للأرض وقال لها أسعدي يا أسماء أوصلك النبي صلى الله عليه وسلم يطلعها فوق الجمل ويسوق الجمل يوصلها إلى بيتها لأن المسافة بعيدة ف يعني التفتت إلى الحال الآخر هكذا استحت وما ردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بل أمشي طريقي فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحت أن تمشي بين الرجال حتى لو كان رسول الله والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكنها استحت وتذكرت غيرة الزبير لو أنها عادة الزبير سيغار أن يرى امرأته ماشية بين الرجال فتذكرت فتذكرت غيرة الزبير وواصلت طريقي فلما وصلت البيت قالت له قالت يا زبير وأنا ماشية عائدة إلى بيتي أناخ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته لأركب معه فتذكرت غيرتك فقال لها شوفي المرأة لما تقدر زوجها وزوجها يعوضها عن هذا التقدير بالمحبة والكلمة الطيبة فقال لها لحملك النواء على رأسك هذه المسافة أعظم عندي من ركوبك معه يعني أنا زعلان أنت بزيتي النواة هذه المسافة كلها أكثر من أنا زعلان أنت بتمشي معاهم بالعكس أنا يعني أنت أتعبتي حالك هي عمل ذكرت غيرتها وهو لم ينسى فضلها وفي مسلم أن أسماء قالت كنت أخدم الزبيرة خدمة البيت لا أأنف أن أخدمه وأقوم بكل شؤونه والآن يجي النسوين يقول لك مش واجب علي خدمة زوجي ولا واجب علي خدمة البيت ولا واجب علي يطبخ له المرأة تعمل داخل البيت والرجل يعمل خارج البيت هو يؤمن لك المسكنة والمأكلة والملبس وأنت تهذبين بيته وتطبخين له وتعتنين ببيته وأولاده وأكله وشربه هكذا الحياة لما أصبحت الأشياء الأساسية البديهيات الناس يختلفون فيها الرجل يعمل خارج البيت أنت تعملين داخل البيت ما المشكلة؟ ماذا سنفعل طيلة اليوم في بيوتنا إذا لم نقم بشؤونها وشؤون أزواجنا أسماء ذات النطاقين قالت قد لقبت بذات النطاقين لأنها صنعت للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبيها يوم يوم هاجر إلى المدينة زادا لما خرج أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم صنعت لهم طعاما وأعدت لهم سقاءا فلم تجد ما تربطهما حاولت أن يتحط السقاء في مكان والطعام في مكان ما وجدت ما تربطهما فشقت نطاقها النطاق هو القطعة من القماش الكبيرة التي تلف المرأة وسطها تلف وسطها بهذه القطعة فأخذت النطاق وشقته شقين فربطت بأحدهم المزود وبالثاني السقاء المزود اللي وسطها الطعام التمر والإدام والثاني السقاء الذي وسطها الماء فلقبت بذات النطاقين طبعا من الطرائف أن الحجاج ابن يوسف قال لعروة ابن الزبير اذهب يبنى ذات النطاقين يعيره بأمه قال اذهب يبنى ذات النطاقين فعروة ابن الزبير ما عرف لماذا قال هذه الكلمة فذهب إلى أسماء وكانت امرأة كبيرة حتى أنها عميت في آخر عمرها ماتت وعمرها عشرين وكانت ممن يشجع ولدها وتقول له دام أنك على الحق فاصبر واثبت ولا تخشى ذلك الحجاج فقد سمعت رسول الله يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فهو المختار الثقفي قد أهلكه الله والمبير الذي يقتل الناس فإنما هو الحجاج وكانت تقف أمام الحجاج وتكلمه كلام الأقوياء كأنها ملك فيسكت أمامها ويقول لها صدقت يا خالة صدقت يا خالة فيقول الناس الحجاج يهابه الناس كلهم إلا أسماء أسماء لما تراه تمسح بكرامتها الأرض وتقول له يا مجرم قتلت المسلمين والله لا تهرب بين يدي الله وكل دم قتلته ستعاقب به فيقول لها يا خالة قولي خيرا فتقول أي خير وأنت ما تركت أحدا إلا وقتلته المهم فذهب إليها عروة قال يا أمه الحجاج يعيرني بك قالت وما يقول ذلك المبير ما يقول ذلك المجرم طبعا الحجاج ما حد يجهل يقول كلمة أي واحد يقول كلمة سيقطع عنقه لكن أسماء لا تخافوا في الله لوما تلائم قالت وما يقول هذا الحجاج قال قال لي أنك ذات النطاقين قالت لأنه جاهد ألا يعرف لما لقبت بذات النطاقين لأني شرقت نطاقي أربط المزودة للنبي صلى الله عليه وسلم وجده وأبي أبو بكر حين خرجا للجهاد فذهب إليه وأخبره قال أتعينني بأمي ذات النطاقين وهي التي ربطت المزودة والسقاء فحين إذن عرفوا لما لقبت بذات النطاقين أين كنا؟ وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي قال فشقيه ففعلته فسميت ذات النطاقين مواقف جليلة من أسماء رضي الله عنها في يوم هجرة أبيها مع رسول الله روى في السير أو روية في السير عن أسماء قالت لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله خمسة آلاف أو ستة آلاف أخذ كل كل المال فأتى جدي أبو قحافة وكان رجلا قد عمي فقال إن هذا قد فجعكم في ماله ونفسه أبوكي فجعكم في ماله ونفسه خرج وأخذ المال كله ولا خلالك أنت وأختك ولا شيء فقالت كلا يا جد كلا لقد ترك لنا خيرا كثيرا وهو ما تركش حاجة فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت أخذت أحجار وحطتهم داخل كيس ودخلتهم في فتحة في الجدار وغطيت عليها بثوب ثم أخذت بيده أخذت بيد جدها ووضعتها على الثوب فلما لمس الحجار فكر إنها دراهم قالت لا يا جد انظر قد ترك لنا أموالا كثيرة ترك لنا هذا فلما مست بيده ظن أنها أموال فقال أما إذا ترك لكم هذا فنعم فلت لكم كل هذه الأموال إذن الأمر طيبة المرأة أسماء تعرف محبة أبي بكر تعرف محبة أبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن أسماء قالت أتى أبو جه في نفر فطرقوا عليها الباب فخرجت إليهم فقالوا أين أبوكي قلت لا أدري والله أينه والله لا أدري أينه هو خرج لكني لا أدري فرفع أبو جهل يده شلت يمينه وقطعت يمينه ولطم خدي لطمة خر منها قرطي صفعها صفعة حتى طار قرطها من أذنها وفي رواية أخرى صفعها صفعة حتى ألقيت على الأرض ورعفت أنفها حتى خرجت دم من أنفها شلت يمينه فمضت ثلاثا ثلاث ليالي لا ندري أين توجه رسول الله لما خرج ما أحد عارف أصلا من خرجوا لأنهما راحوا للمدينة مباشرة بل نزلوا للجنوب تجاه جدة ثم عادوا بعد ثلاثة أيام إلى الغار ثم انطلقوا إلى قباءة والمدينة هجرة أسماء في سبيل الله تعالى إلى المدينة هاجرت مع زوجها الزبير إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير هاجرت فرارا بدينها إلى الله ورسوله وهذا الكلام في حياة الصحابية في كتاب حياة الصحابية في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلة واستبشر الصحابة كثيرا بعبد الله بن الزبير لأنه أول من ولد للمهاجرين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن الزبير واليهود كانوا يقولون أن المهاجرين الذين خرجوا من مكة لن ينجبوا أي ولد خلاص من خرج من مكة سيكون عقيما وفعلا جلسوا فترة ما خلفوش فكان عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين فاستبشروا به استبشارا عظيما ثم حملت نساء المهاجرين وأنجبنا أولادا كثر وكذب قول اليهود أنهم لن ينجبوا أولادا ولا بنات روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت على أمي قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش لما كانت أسماء في المدينة أمها ما أسلمت على فكرة أسماء هي أخت عائشة من الأبي ليست أختها من الأبي والأم فالزوج أم عائشة أسلمت من أوائم لما أسلم أبو بكر أسلمت أم رومان أم رومان أول ما أسلم أبو بكر أسلمت لكن زوجات أبي بكر الأخريات قيل أن كان له ثلاث قيل أربع ما أسلمنا فأم أسماء لم تسلم فكانت تأتي تزور أسماء في المدينة وهي مشركة وخاصة وقت العهد لما صار صلح الحديبية فقالت أسماء قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش لما عملنا العهد في صلح الحديبية بيننا وبين قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أمي تريد أن تزورني وأنت تطمن علي أفأصلها طبعا هي مشركة وما أسلمت فقال نعم صليها حتى وإن كانت مشركة صليها وفعلا وصلتها وأحسنت إليها وأسلمت عام الفتحي في السير عن هشام بن عروة عن القاسم بن محمد سمعت ابن الزبير يقول ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء كيف لا وأبوهما أبو بكر وجودهما مختلف أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته موضعه وأما أسماء فكانت لا تدخل شيئا لغدر عائشة تجمع الأشيء فإذا صار شيئا كثيرا دفعته مرة واحدة أما أسماء ما تدخل شيء على طول أن يتحصله تتصدق به مباشرة وهذا ما أوصاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكي الله عليك أو لا توكي فيوكى عليك لا تدخل ولا تجلسيش تخبي مثل ما كان بني إسرائيل يفعل فيوكي لا عليك يعني دام أن أنت راكنة على نفسك أنك تدخل ولم تتوكلي على الله فسيبقى رزقك على نفسك ليس على الله فانتبهي إذا استطعت أن تنفقي وأن تكوني حريصة على النفقة وعلى إطعام المساكين اعلمي أن الله عز وجل سيتولى رزقك الإيكاء شد رأس السرة والكيس ونحوهما بالوكاء إن واحد يغلق سرته بخلا وجشعا ومنعا للفقراء وهو الرباط الذي يربط به والمعنى لا تدخري وتمنع ما في يدك بخلا به فيضيق الله عليك ومن وسع على الناس وصع الله عليه ومن أعطى الناس أكرمه الله وأجزل له العطاء شجاعة أسماء قال هشام بن عروة كثئة طبعا هشام بن عروة من هشام بن عروة من هشام بن عروة معايا أخوة الله ليهم قد معاك المشروع الجديد من هشام بن عروة هشام بن عروة ثمن هو كيف ابن أسماء أخو الزبير ابن عروة أحسن في من عروة عروة بن الزبير ممتازة إذن هشام جدته أسماء هشام هو حفيد أسماء وهشام بن عروة أحد مشائخ أحد الذين درس عليهم البخاري شوفينك البخاري ما كان بعيدا عنهم بالعكس بالعكس هشام من الذين روى لهم البخاري حتى يسموها بسلسلة الذهب هشام بن عروة بن الزبير كثر اللصوص بالمدينة فاتخذت أسماء خنجرا زمن سعيد بن العاص كانت تجعله تحت رأسها تخذت خنجر وتخلي تحت الوسادة ومن ما دخل بقرة بطنة لأنه في ذلك الوقت انتشر اللصوص في المدينة أسماء تروي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الذهبي مسندها ثمانية وخمسون حديثا روى الثمانية وخمسين حديثا اتفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثا وانفرد البخاري بخمسة أحاديث ومسلمة بأربعة من أحاديثها شوفين الأحاديث التي روتها أسماء قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر والحدث عند البخاري فشوي شوي باقي الشعر النسوة مع التركين شيء عدسة ركبين أظافر ركبين رموش وحطين باقي الشعر باقي الشعر يقولين لا الشعر يجوز وجائز ما تخلين شيء لو وصلينا روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أنفقي فكانت فعلا كثيرة الإنفاق وروا أبو داود وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان من كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم لما تروحين تصلين والإمام لسه ما قال الله أكبر وقد رفعتي راسك لا ما ترفعي راسك حتى يرفع الإمام ويرفع الرجال مش الرجال اللي ساجدين وأنت ترفعي رأسك انتظري حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال وذلك لألا يرين عورات الرجال إذا رفعنا رؤوسهن من السجود قبلهم لأن النساء يقفن خلف الرجال فربما انكشفت عوراتهم عند القيام فنهى النساء عن رفع رؤوسهن لذلك الرجال كانوا يلبسوا الإزار والرداء والإزار يلفوه على أحقاوهم على أوساطهم فلما واحد يسجد والمرة ترفع رأسها قد ربما ترى عورة الرجال من أمامها فنهىها الله ورسوله أن لا ترفعي رأسك حتى يقوم الرجال حتى لا تقع عينك على عوراتهم وفاتها عاشت أسماء إلى أن ولي ابنها عبد الله الخلافة ثم إلى أن قتل وقتله الحجاج بن يوسف ولعلنا يعني في غير هذا الموقف أحكي لكم الفتنة وسبب صلبه صلب عبد الله ووضعه في الكعبة بعد أن حاول يعني رمى مجانيق وحرق جانب الكعبة وصارت فتنة بين المسلمين حتى صلب وقتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورحمه وصارت كفيفة وماتت وقد بلغت مئة سنة وهي آخر المهاجرات وفاه سنة ثلاثة وسبعين للهجرة من أول من هاجر ومن آخر من مات رضي الله عنها وأرضاها فوائد من سيرة أسماء نتعلم منها المسابقة والمسارعة إلى الخيرات فقد كانت رضي الله عنها من النساء السابقات إلى الإسلام نساء الصحابة يخدمن أزواجهن ويقومن بأعمال المنزل وما شابه مثل ما كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تفعل شقت نطاقها وتحملت الأذى وصبرت في سبيل الله وصبرت في سبيل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي ذلك قدوة لنساء المؤمنين للتحمل في سبيل الله هاجرت وهي حامل بابنها إلى الله ورسوله وفي ذلك ترك الأوطان وتحمل الأذى في سبيل الله برها بوالدتها المشركة بعد استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أن بر الوالدين واجب حتى وإن كان كافرين نتعلم من كرم أسماء وجودها وتصدقها أنها عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الشجاعة فقد اتخذت خنجرا لللصوص زمن سعيد بن العاص كانت تجعله تحت رأسها ثمانية روايتها العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها نتعلم تعلم العلم وتبليغه للناس فوائد من بعض الأحاديث التي روتها نهي النساء عن وصل الشعر بغيره فالتي تأخذ قباضة أو ربطة فيها شعر هذا من الوصل التي توصل الانستكشن هذا أو الشعر المستعار الطويل أو القصير الملون كل هذا من الوصل المحرم الذي لا يجوز وصية النساء بالنفقة في سبيل الله لو أننا جمعنا ما عندنا من الأموال وكان همنا أن نتصدق به لكنا مثل أسماء عائشة وتلك الصالحات غض النساء أبصارهن عن الرجال خشية الوقوع على ما لا يحمد نعم حتى لو كان وقت محدد ما ينفع تلبسي شعر مستعار أبدا لا دقيقة ولا ساعتين ثلاث غض النساء أبصارهن عن الرجال خشية الوقوع على ما لا يحمد إلى هنا انتهى الكلام على سمية بنت خياط وعلى أسماء بنت أبي بكر غدا إن شاء الله نأخذ ثنتين أخرين من الصحابة الجليلات ومن النساء العظيمات لعلنا نقتدي بهن ونسلك سبيلهن ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذه الأيام الفضيلة وأن يجعلنا ممن وفق للعبادة واستغلال الأوقات في طاعة الله أراكن غدا يا غاليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر